السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحيتي إلى كل الإخوة الشرفاء داخل الجزائر وخارجها تحيتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل الهجات هذه المرة حبيت باش نحكي في موضوع يتعلق بالذاكرة والموضوع هذا معقد كثيرا سيما هو أنه عنده تفرعات كثيرة مثل ما ستلاحظون من خلال هذه المداخلة على الجزائريين والجزائريات ومن غير الجزائريين والجزائريات لازمهم يفهموا هذا الموضوع جيدا بل يسألوا أخصائيين سيما ما تعلق الأمر بالناس اللي عندهم شهادات عليا سواء في العلوم النفسية أو في التحليل النفسي أو في العلم الإدراك أو في العلم الإدراك أو في العلم الإعصاب إلى غير ذلك من التخصصات حتى باش يفهموا دور هذه الظاكرة الوظيفة انتاعها التدعيات انتاعها في حالة ما أحدث خلل في هذه الظاكرة وبطبيعة الحال الظاكرة الآن هي لم تعد فقط حديث أخصائيين النفسانيين والله هذون تعلق الأعصاب أو يعني بصفة عامة هكذا الناس الأطباء والناس اللي هما يعالجوا بعض الأعراض هكذا المتعلقة بالذاكرة وإنما صارت هذه الظاكرة الآن فيها يعني تخصصات كثيرة بالإضافة إلى أنه الآن صاروا سياسيين يستعملوها وصاروا إعلاميين يستعملوها وصارت أجهزة المخابرات يعني بمختلف التخصصات انتاعها تستعمل هذا الجانب انتاع الظاكرة وتستخدموا لأغراض ولذلك حبيت أنا من خلال هذه المداخلة باش نعالج هذا الموضوع بما أتيح لي من مطالعة ومن تجارب شخصية ونحاول إن شاء الله من خلال هذا التسلسل المنهجي في معالجة بعض الأمور يعني وفق الأسئلة التي سأطرحها واللي ربما تطرح لي كثيرين ونحاول إن شاء الله من خلال هذه المداخلة هو أن نساعد بعض الأخوة والأخوات سيما المتضررين من المأساة في الجزائر وسيما من الضحايا سواء كان الناس هذو كانوا في الشرطة أو كانوا في الدرك أو كانوا في المخابرات أو كانوا من الناس اللي كانوا في الجبل أو من الناس اللي تعرضوا لعمليات سواء تعلق الأمر بالاغتصاب أو ناس تعرضوا لأعطاب مختلفة أو ناس تعرضوا إلى القتل يعني الأفراد انتاحهم إلى غير ذلك المهم نحاول إن شاء الله من خلال هذه المداخلة نفيد خاوتي الجزائريين وخوتتي الجزائريات لما لا إخوة آخرين من الإخوة في ليبيا في اليمن في سوريا في دول اللي رأيها عايشة مأساة في العراق إلى غير ذلك من الدول إذا قبل ما نغوص في هذا الموضوع بودي هو أولا نديرو تعريف للذاكرة الذاكرة وش هيها الذاكرة وش هم الأنواع انتاع الذاكرة وفيما بعد نجيو من خلال التدرج المنهجي في طرح بعض التساؤلات ونحاول إن شاء الله نجاوبوا عليها حتى نوصلوا فيما بعد في نهاية هذا التسجيل يعني كيفاش هذا الناس اللي رأهم الآن سواء في الجزائر أو في غيرها رأهم هما يستخدموا في جانب معين من الذاكرة ويحاولوا يوظفوه لأغراض مختلفة منها البقاء في السلطة فالذاكرة باختصار وبأشياء مبسطة هي عبارة عن خزان فيها معلومات فيها أحداث فيها صور فيها أفراح فيها أقراح فيها أطراح إلى غير ذلك ذاكرة هذه من دونها ما يعرفش الإنسان يتكلم من دونها ما يعرفش الإنسان يقرأ من دونها ما يعرفش الإنسان يتدرج في العلوم ونعطيكم أمثلة من الواقع مثلا القراءة يعني بنتبه اشتقرأ كتاب لازم لك ذاكرة ونحاول إن شاء الله نبعث رسائل بعض الناس اللي هما يحاربوا في الدين ويحاربوا في الإسلام على وجه الخصوص مثلا القراءة كل المسلمين في العالم يعرفوا بأنه أول صورة نزلت في القرآن الكريم هي إقرأ إذا كانت الذاكرة أنتعك مخروبة ما تقدرش تقرأ لماذا؟ لأن القراءة باش تقرأ لازمك تتعلم الحروف لازمك تعرف كيفاش تلسق الحروف ولازم فيما بعد يسير عندك حفظ للحروف يعني مثلا قال كلمة إقرأ الآلف والقاف والراء والآلف بالهمزة مثلا أنت لو كان ما تعرفش هذه الحروف ما تعرفش تلسق هذه الحروف ما تعرفش كلمة إقرأ ما تعرفش تقرأها بالتالي هذا الذاكرة أنت رأى عندك هذه الحروف أنت اللي قريتها في المدرسة أو في غير المدرسة في الجامع ربما في جمعية وصرت أنت من خلال التكرار هذه نقطة مهمة جدا تكرار صار عندك الحفظ حتى باش يعرفوا الناس باللي مسألة هذه علميا ما يشيراني نحكي لكم من رأسي علميا يعني الحفظ باش تعرفوا علاش رأى الناس تحفظ في القرآن في الفطر انتا صغر كي الناس اللي رأى يحاربوا في القرآن ويحاربوا في الأهل انتاو باش تعرفوا يعني هذه المسألة اللي تعتبر يعني رأى ذرك إعجاز إذا كان ذرك هذا الناس اللي رأى مصلوا إلى درجة من التخصصات في مجالات مختلفة يعني تتعلق بهذه الذاكرة شوفوا المسلمين والمسلمات دونه وأنه رأى عندهم علوم ولا دونه وأنه رأى درسوا في مراكز ولا في جامعات ولا في معاهد مع ذلك كانوا مسلمين ومسلمين الأمر تعامل ربي بحيث هو أنه ركما تشوفوا الأولاد الصغار يروحوا يقرأوا القرآن في الجامع ويحفظوا آيات ويحفظوا صور بل منهم حتى اللي يحفظوا القرآن كاملا في سن مبكرة وهذاك الحفظ انتاع القرآن يصير هو من خلاله يقرأ ويصير هو من خلاله يدرك وتصير الذاكرة انتاعه حية وتصير الذاكرة انتاعه تقبل الحفظ والإنسان هذاك اللي تلقاه يحفظ بزاف تلقاه إنسان ذكي تلقاه إنسان يعني لما يكون يتكلم باللغة العربية أو بلغات أخرى لما يكون عنده هذه الميزة وهذه الصفة انتاع الحفظ تلقاه يتحدث بطلاقة مشكلة ما الإنسان هذاك اللي يتلعثم وراء كل كلمة فهذه المسألة انتاع الحفظ باش تعرفوا الذاكرة كيفاش تمشي إذن هي عبارة عن خزان تعمل معلومات وهذيك الخزان وذيك المعلومات كما كنت نقول منذ قليل قادرة تكون هي أفرح كما قادرة تكون أتراح فيها علوم فيها معارف فيها أحداث فيها تواريخ فيها كذا ذرك هذه الذاكرة اللي راه موجودة في الإنسان نحاول هو أن نجيبوه من الواقع انتاعنا سيما الآن الناس راح تستخدم في هذه التكنولوجيا يعني انتاع الجهاز على الكمبيوتر مثلا الانترنت الأجهزة المختلفة انتاعنا الطابلات إلى غير ذلك من الوسائل المستخدمة في هذه الانترنت نحاولو نجيبو شيء من الواقع اللي راهم يعرفوه كل الناس اللي هما يستعملوا الانترنت فمثلا كارت ميموار كارت ميموار ولا ديسك دير ولا فلاش ديسك هذك ولا كليو يوسبي درك الناس هذو اللي خدموه هذي باش نتحدث عن الذاكرة هذو الناس اللي هما خدموه باش خدموه خدموه لانه هذو الناس اذكياء وذكاء هذك باش يجي هذا الذكاء الاصطيناعي اللي الان ومرة مستخدموه الذاكرة هذي تشبه ذاكرة انتاع الانسان تشبه تشبه الذاكرة انتاع الانسان فمثلا لو كان يكون مثلا عندك انت فلاش ديسك والله ديسك دير والله كارت ميموار كارت اس دي والله المهم اراها كان انواع كثيرة عندك انت فيها ملفات ملفات مختلفة لما الملفات هذيك تكون مرتبة قال مثلا انت راك دير ملف سياسي ملف تاع صور ملف تاع فيديو ملف تاع جمعية ملف تاع حزب ملف تاع كذا راك منظم انت الامور تاعك الذاكرة هذيك البطاقة هذيك اللي عندك راها منظمة لما انتجي تحوس على ملف تروح تجبدو بمجرد هو انك تنقر في الوسم والمكان هذك تاع البحث تنقر كلمة سواء بالعربية او بالفرنسية او باي لغة اخرى فاذا كان هذيك الحروف هذيك راها موجودة في البطاقة هذيك والملفات هذيك راها رايح ويش بدلك الخيار هذك وراك رايح انت فيما بعد تتعرف على الملف الذاكرة تاع الانسان نفس الشي نعطيك كمثال مثلا مرة تكون انت تمشي في الطريق هذه راها كلها مقدمة لما نعرفوا الذاكرة كيفاش تقدم فيما بعد نعرفوا كيفاش هذي الناس راهم يستخدموا في الذاكرة وراهم يوظفوا في بعض الاحداث على جلباش هما اما انهم يبقوا في السلطة او انهم يخوفوا شعب مسألة لا تتعلق فقط بالجزائر باش نكون واضح جيدا مسألة هذي تستخدم في اي دولة فهذا المثال هذا قلت انا اذا يكون انسان يمشي في الطريق فارضا هو انك تلتقي واحد وربما راك مصادفته هذي المسألة تكون تمشي في الطريق حتى تشوف واحد انت تشبهه او والله العكس والله هو يشبك ومرات حتى هو انك انت تكون تمشي حتى تقول الواحد سلامه عليكم او تضربه على الاكتفو او كذا وفي اعتقادك انت هو انه الشخص الفلاني اللي تعرفه بينما لما انت تتحدث معه يقولك لا يا اخي انا ما نعرفك اش سامحني تقول انت سبحان الله انت هو فلان يقولك لا والله راك غلط او العكس هو يقولك ومن بعد انت تبقى محتار في رأسك تمشي في الطريق ومن بعد انت تقوله سبحان الله سيدا دارني شايفو وين لماذا لانك وراه عندك صورة مخزنة في الذاكرة انتعك شبه نعطيكم كمثال في كنت نحكي الان درك منذ قليل الذاكرة هذه الاصطناعية بطاقة اصطناعية لما انت تكتب حرف راه وراه يجبدلك هو كل المفردات والكلمات والعبارات اللي راها موجودة في الجهاز تاك نفس الشي بالنسبة للذاكرة وهما هذي الناس اللي راهم خدموا الذاكرة هذه الاصطناعية خدموها على الذاكرة انتع الانسان وبطبيعة الحال هذي الناس راهم داروا ابحاث وراهم داروا دراسات ما يشغر هكذاك بارك قال واحد نفحت له في رأسه ختم بطاقة فهذا مثال درك الان نجيو من خلال هذا المثال نمشيو في التدرج المرحلي والتسلسلي من خلال هذه المداخلة باش نعرفوا هذي الناس كيفاش هما يستخدموا اجزاء من الذاكرة وكيفاش يوظفوها على جل باش هما يبقوا في السلطة او من اجل هما يستخدموها لتخويف الشعوب مش فقط في الجزائر كما كنت نقول لكم منذ قليل فمثلا لما جبت لكم انا هذا المثال انت على الشخص هذا اللي انت تكون تمشي فيه الطريق مرات يتفرع يتفرع الحديث في هذا النقطة بالذات مرات تكون انت شفت شخص وشخص هذاك هو ذكرك بواحد قادر يكون هذاك شخص هو ذكرك بواحد تحبوه كما قادر يكون ذكرك بواحد تكرهوه فانت لما تشوف شخص هذاك مباشرة المزاج انتعك رح رح يتغير قادر تضحك كما قادر تبكي او قادر ربما ستنرفز تشوف انت مرات هو انه كين ناس مثلا يكون فيه جنازة هذي ربما رح اتصار لكم وكين ناس اللي ربما ما يعرفوش هذه المساعد وانا راني نتحدث في هذا الباب من منطلق انتع تجارب شخصية بالاضافة الى دراسات درتها في هذا الموضوع حتى باش عرفت بعض المسائل لانه انا شخصيا كانت مرة على مرة تطرح لي بعض المسائل بعض التساؤلات من لقلاش جواب فهذه المواد هذه بالاضافة الى التجارب شخصية سواء في الجزائر ولا في الخارج ولا من خلال هذه التجارب الشخصية المتعلقة باللجوء السياسي اكتسبت بعض الامور هكذا وعرفت بعض الاجياء بالتالي حاولت هو انه نفهم هذا الموضوع جيدا من خلال دراسة بعض الكتب ومن خلال الزمالة انتاعي من مختلف الاقطار ومن مختلف الخلفيات من خلال العروض تاعهم اللي مرة على مرة يدوروها يعني استجمعت كثير من المواطيات وكثير من المعلومات وحبيت علاج البشن فيه تخاوتي الجزائريين والجزائريات ولما لا غيرهم فقلت انا هذا المثال هذا حاولنا نرجع للنقطة هذه المثال هذا هو انك انت تكون تمشي في الطريق وهو انه واحد يذكرك يا اما انه يذكرك بحادث اعليم واما هو انه يذكرك بحادث سعيد ذرك لما يذكرك هذا الشخص بحادث سعيد بطبيعة الحال المزاج انتعك راح راح يتغير ربما تبتسم او ربما تضحك او ربما يحدث عندك هكذا مزاج اخر ويحدث لك يعني استرخاء وفيما بعد هو انك ترتاح انت ربما لشخص هذاك او ربما تفاتحه نعطيكم كمثال برك لانه الموضوع هذا يطول بزاف نعطيكم كمثال فقط قبل برك انتنا مشي في الطريق التقت بواحدة من اخواتنا الافريقيات وكانت حاملة طفل طفل الصغير هكذا ديرته على ظهرها كما كنا احنا بكري يعني بكري والدينا كانوا هما يهزوا الاولاد يهزوهم على ظهرهم فانت لما تشوف هذك المشهد هذك مباشرة راح تتفكر ما شاهد تتفكرهم هذه جبتها لكم يعني كمثال باش نفهمه فيما بعد الظاكرة كيفاش تخدم كيفاش الناس هما يستغلوا بعض الاشياء في الظاكرة كيفاش يوظفها فالانسان بطبيعة الحال هو يتغير المزاج تهوه نفس الشي قادر ربما تلتقي انسان تشوفو انت مثلا قال واحد مضرب مموس مثلا فهذاك الشخص انت لما تشوفو هو راه ورايح يعيشك لحظات من الرعب قال مثلا تكون انت تهوشت انت واحد مثلا وضربك او واحد صديقك او واحد ابن الحين تاعك او كذا وهذه اعطيتها كمثال قادر تنطبق ذرك على الانسان هذا اللي يقول ذلك مثلا راه اعتدى على حرمة اعتدى على عائلة اعتدى على منطقة كذا فبمجرد هو انك تشوفو سواء في قناة فضائية او تشوفو في صحيفة او في الفيسبوك او في اليوتيوب او الى غير ذلك هو راه ورايح يذكرك ببعض الاحداث ذرك فيما بعد قاضية انت على الاستغلال انت على الاحداث هذيك ذلك نجيه لها واحدة بواحدة نعرفه فيما بعد شكونوا ولي راه يستغل في الاحداث هذيك وفش راه يوظف فيها ذرك الانسان اللي راه هو ذرك مثلا عنده ازمة نفسية ازمة نفسية صارت له قال مثلا ما لبلش ان قتله واحد قدامه راه مقدرش يخرج من هذك المأزق او ربما واحد انسان قال مثلا كان حاضر وقتله قدامه ناس او قتله افراد العائلة انتاعه او وقع في كامين او وقع في حادث مرور او تحرق الدار يعني الاحداث مختلفة لكن هو الحادث هذاك لما يشوف الشخص يذكروا بهذاك المشكل ذرك هذاك الشخص اذا ما عالجش هذه الاشياء النفسية اللي راه وقعت له هي نتيجة الحادث هذاك هو يبقى في هذاك الروتين كل ما صرر له مشكل الشريطة ذكره هو رايح يتمزق راه رايح هو يعاود يعيش هذه الاحداث المأساوية ويعيش هذه وهذه الالام بحيث هو انه الى درجة هو انه قال مثلا انا شخصيا صلات لي تصير انت مثلا قال مثلا تشوف انت عندك واحد صاحبك ذبحوه ولا عندك واحد صديقك ولا واحد من العائلة انتاعك ولا من الناس اللي تعرفهم ولا كذا تصير انت تشوف حاجة تعدم ولو رايح انتاع العاب رايح اتحييك هذيك الالام هذيك لما انت تبقى انت تصير عندك تاراكومات انتاع هذاك الحدث هذاك المأساوي والالهم باش تعرفوا علاش انا راني مرة على مرة نحاول نتجاوز هذه المسألة ونعاود نرجع لها لانه الاستمرار فيها رايح يخلق جو والجو هذك فيما بعد راه رايح يأثر سلبا لذلك مرة على مرة ساعة تجيب ضحكة ساعة تجيب فكاها ساعة تجيب انتا كذا على جل باش انت ما تخليش الناس تبقى تمشي اياه في هذك الروتين كين الناس اللي هم يخافوا غنتب مجرد هو انك تشبد موضوع قولك يا أخوي على شرك تحيين في الجراح يا أخوي على شرك كذا يا أخوي على شرك كذا يا أخوي النس رهنسات يا أخوي كذا بركان كذا لانه هذا الناس كين اللي منهم هو راه في نفسه مريف ومعلى بلوش وما دام احنا ما علجناش هذه المأساة ما دام احنا ما علجناش هذه المشاكل اللي راه وقعت في البلد واللي راه واقعة الآن في ليبيا راه واقعة في مصر في اليمن في سوريا وفي كثير من الدول اذا ما علجناش هذه المأساة يبقى هذاك الحزن وهذاك وهذاك الكآبة وهذاك الحداد يبقى دائما راه مخيم سواء على الأسرة ولا على المجتمع وراك متشوفه النظام كين معظم الناس اللي راه ما مش فاهم من المسألة يقول فاك تشوف النظام راه ولتي بالغناء واش طيح ما موش الناس راه تخطط وناس راه تهندس وناس راه كين اللي على باله موش راه موش راه ذاك العكس لما الإنسان هو يذكرك فقط بالإحداث السعيدة تولي تصير لما تشوف الإنسان هذاك تمبسط شوف ونعطيكم كمثال هذا اللاس اللي راه مضوك مثلا هما يمارس الفكاها لما تشوف واش راح تشوف راح تشوف نعطيكم كمثال يعني من الواقع ويسمحوا لي إذا كان سميت الأسماء فقط لكي تعرف الناس وكي تأخذ هذا الكلام بعين الإعتبار نعطيكم زوج مثلا شخصيات ناخذ مثلا مدني مزرق وناخذ في المقابل قل عريوات مثلا انت لما تشوف مدني مزرق وش راح يفكرك بطبيعة الحال راح يفكرك بالمأساة راح يفكرك بالألام راح يفكرك بالحواجز راح يفكرك وقع في البلاد لما تتلقى رواية ستنبسط وستضحك ذرك الإنسان الذي رأى وقال مثلا هو الضرر من هذا مدني مزرق مثلا الضرر منه يعني تضرر شخصي قال من حقه والإنسان الذي رأى ماذاك ولا مسك ولا قائسك ولا ذا في المقابل هذا ذرك رواية هذا لن تلتقت به ولا تحدثت معاه ولا تعشت معاه ولا سافرت معاه ومع ذلك تحبه لماذا لأنه هو يذكرك ببعض الأحداث السعيدة يجب لك ضحكة يجب لك ابتسامة يجب لك قهقها يجيب لك حاجة يخلق لك هو هذا الجو وهذاك انتع المرح وانتع الضحك وشوفوا الناس على شرها من ذرك تلقاه ذرك مثلا هو كبير ويتفكر لك حديد وان فهمت المسألة وراها إذن هذا المزاج انتع الإنسان هو يتغير يتغير لما يشوف الإنسان حادث لما يشوف شخص وشخص هذاك راه يشبه الحدث راه موجود هو في المخزن في الظاكرة انتعه فيما بعد راه رايح هو يغير له المزاج انتعه ضك الظاكرة هذه ذاكرة فيها أنواع كثيرة كان الظاكرة اللي هي ذاكرة كما يقول حية كان ذاكرة ميتة في ذاكرة اللي هي تخزن أشياء على السريع قال مثلا رقم هاتف قال عنوان قال إيميل قال اسم معين قال اسم فيلم قال اسم جريدة اسم موقع اسم شخصية معينة اسم برنامج اسم قناة إلى غير ذلك تخزنوا على السريع لكن فيما بعد قال بعد ساعة أو ساعتين ربما تنساه لماذا لأنه محفظتوش جيدا في الذاكرة يجبد لك مثلا أحداث وقعت في الثورة أو ما قبل الثورة يقول لك كان نهار خميس نهار عشية كان السحاب كانت المطر ادخلنا على الساعة الفلانية لقينا مرتفلان جابت لنا شكوى بتاع البن وجابت لنا المزامنة ويذكر لك تفاصيل رغم أنه راها عندها عشرات سنين بينما لو كان تعطله رقم هاتف هكذا منذ قليل ساعات يقول له عاود للهاتف يقول لك الله غالب تعرفوا الدور تاع الذاكرة فيها أنواع أنواع انتع الذاكرة هذه تختلف فيها الذاكرة الفردية فيها الذاكرة الجماعية بش فيما بعد انتم تحاولوا تربطوا هذه المعلومات مع بعضها البعض بش نفهموا فيما بعد على شو ما يستعملوا ذوق الذاكرة الفردية تاع مثلا واحد شخص قال مثلا عاش حادث معين لكن لما تكون والله يكون حادث داخل هو في الإطار انتاع الذاكرة الجماعية قال مثلا بوذيف بوذيف هو لا يخص فقط ابنه وإنما يخص الجزائر حشاني ما يخص فقط ابنه ولا العائلة انتاعه وإنما يخص الجزائر قصد مرباح ما يخص هو نفسه ولا منطقة معينة وإنما يخص الجزائر مع طب الوناس ما يخص هو شخصه ولا المجموعة انتاعه ولا منطقة معينة ولا إنما يخص الجزائر وكثير من الشخصيات هواري بومدين قال خيضر قال كريم بالقاسم قال ابن باديس قال الإبراهيمي قال دحمن الحراشي قال العنقاء قال كذا الناس اللي هما دخلوا في الإطار هذا انتع التاريخ خلينا تتفق معها تختلف معها هذيك مسائل واحدة أخرى نحن نحكيه من الباب نتاع الذاكرة فهذه الأحداث هذه ما تصير الحدث يعني خاص بالأسرة هذيك وإنما يصير حدث يعني الجماع ويعني البلاد تقدر فيما بعد تشوفه في ليبيا وتشوفه في العراق ومصر واليمن وسوريا ومشي فهذه الذاكرة الجماعية ذوك فرق بين هو أنك أنت تثير حادث في تلفزة واحد ما يعرفه تعرفه غير العائلة هذيك وبين هو أنك أنت تثير حدث وطني مثل مثلا هذه القضية انتاع اغتيال بوظيف قضية انتاع المطار قضية انتاع السركاجي قضية انتاع البرواقية قضايا وطنية لما انت تثيرها تحيي ذاكرة تحييها بعد ما حبوهما يطمسوها سوف نشوف نظرك من خلال التسلسل هذا من أنه الذاكرة مرات لو يصاب يعني توصاب الذاكرة تصير ما تحفظش خلاص رحت الذاكرة شفيني حتىكم تشوفوا الآن يقول لك فلان هذك هو فقد الذاكرة راح له الوعي فقد الوعي انسان صار مع الباله لبل حد والخميس مع الباله لبل الليل لبل النهار مع الباله لبل ينفعه لبل يضره مع الباله لرحيه ولا رحمية خلاص انسان رحت الذاكرة انتاعه حتى تشوفوا مثلا قال امراض قال لك فلان هذك هو عنده اه رحم وصاب بمراض الارزهايمر هذك او مرض كذا ولكن مرة على مرة تحيا الذاكرة انتاعه لماذا لانك انت لو انت تذكروا بعض الاشياء حتى باش تفهموا مثلا بعض المواضيع اللي كنا مرة على مرة نثيرها على الاذاعة وطني قال خاصة هذك اللي تتعلق بالحنين او تتعلق بكذا انت تثير الفضول تثير الشعور انت الناس اللي هما عاشوا مرحلة معينة خاصة الناس اللي عاشوها والاحداث هذي ماش خاصة بجيل معين يعني قادرين ندرك مثلا هالجيل هذو اللي راح معايشين درك فيما بعد عشر سني خمستاش نسنا تسير لهم هذه المسائل اللي الان راح موجودة تسير لهم داخلها في اطار تعلق الحنين وفي اطار تعلق الذاكرة ويعودوا هم يحيوها درك قاضية مهمة جدا هذه لازمكم تبحثوا عليها وتسألوا اخيصائيين وبطبع الحل انا هذا الشي اللي راح نقول لكم عليها ما جبتوش من راسي وانما عن طريق بحث في الموضوع مسألة مهمة جدا وهي كيفية غرص حدث معين في الظاكرة انتع الانسان والله تغيير انتع الحدث هذيك والله تحريف انتعو باش تفهموا هذ الكلام اللي راني كنت نردد فيه منذ سنوات لما يكون عمل جماعي ويكونوا ناس مختصين باش كيفاش حنا نحيو الظاكرة الجماعية كيفاش نحافظوا على التاريخ انتعنا كيفاش حنا نصحوه كيفاش حنا نمنعوا هذي الناس اللي راهم وما يظلوا في الشعب بوسائل مختلفة لما يكون فيه عمل جماعي هذا يصح لهذا قال هذي معلومة خاطئة قال لي كذا ونستخدم من اجل المصلحة انتع العامة مانيش نحكي هنا على هذوك الشواذ هذوك اللي راهم في اليوتيوب وفي الفيسبوك اللي هو يجيب لك شخص ويضع نهار كامل هو يتبع فيه هذوك لازم يروحوا يعالجوا عند الطبيب لاني نحكي لما الانسان يكون الهدف انتاعه هو المصلحة انتاع الشعب ومصلحة انتاع البلاد ويكون هناك في اطار يعني من الموضوعية نستخدم من اجل يعني تصحيح المفاهيم ومن اجل احياء الذاكرة الجماعية حتى باش ما نغسش في الموضوع كثير عودنا نرجع للفكرة اللي كنت نحكي لكم عليها على قضية انتاع كيفية غرس حدث معين ولا تصحيح انتاعه داروا في وقت من الاوقات بعض الباحثين وقادرين هو انه تتحقوا من هذا الامر اللي را نقول لكم فيه من خلال كتابة في الجوجل والله تبحثوا في هذه المسألة باي لغة اللي تحسنها سواء بالعربية او بالفرنسية او بالانجليزية او باي لغة اخرى ربما بالعربية في هذه المسائل هذه انتاع التحليل النفسي وبعض الامر اللي تعلق بالعلم النفس ربما ما تلقوج يعني اشياء كثيرة مقارنتين بلغات اخرى مثل الفرنسية او الانجليزية او لغات اخرى المسألة هذه اذا انتاع الذاكرة داروا دراسة الدراسة هذه وش تقول جابوا مجموعات مختلفة او جابوا لهم او كين مجموعة اللي جابوا لهم مقطع انتاع فيديو وين انو مثلا قال زوج والله ثلاثة مارين وكين سيارة يعني كين بصاش بيطو هذك وين الناس يمشيوا على رجليهم وكين سيارة مارة وكين قال مثلا او اشارة انتاع قف هذيك ستوب مثلا ومجموعة اخرى جابوا لهم نفس الحادثة ولكن حاولوا من الاشارة هذيك انتاع ستوب وشافوا عدة مجموعات وحاولوا هما انو يركزوا على جلبه يدخلوا هذيك الاشارة متاع ستوب لانو هي في الحقيقة مش موجودة حبوا يدخلوها عند هذوك الناس اللي هما يشافوا الفيديو بدون الاشارة متاع ستوب هذيك بشوفوهم الامر جيدا لما جابوا هم هذوك الجماعة قالوا لهم باللي ارقم شفتو الاشارة متاع ستوب قالوا لهم لا 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 احنا ما شفناهاش قالوا نمسي ومبعد جابوا لهم الجماعة هذوك اللي لاخرين القروب الاخر قالوا نمسي شفناها والاخرين قالوا شفناها والاخرين قالوا شفناها قمعوهم باللي راهم شافوا هذك الحدث وتغرسوا داخل الذاكرة انتاهم فهمتوا المسألة وراها هذي باش تعرفوا الناس كيفاش راهم وما يحرفوا في احداث اكم تشوفوا فيهم كيفاش راهم يحرفوا في التاريخ والناس تشوف واحد مجرم يقلبوه امام واحد امام يقلبوه مجرم اكم تشوفوا فيها رعي العين قدامكم الا الانسان اللي اعطالوا ربي الباصرة راهم ربما ما يقدروا شي ظلوه بينما فئة كثيرة ظلوه فهذه المسألة هذه علميا اكدوها اكتب في المحركة تاع الجوجل وابحث كيف يتم غرس قال حدث معين في الذاكرة والله يهل ترى يتم تغيير حدث معين والله غرس حدث معين في الذاكرة باش تعرفوا باللي راهم داروا تجارب والقوهب اللي يقدروا يديروها بالتالي الان ندخلوا في مسألة كيفاش هم الان صاروا يغرسوا في هذيك الاحداث يغرسوها عن طريق الاعلام وراه الان كان برامج يعني اي انسان يعني يعرف يقرأ فقط سواء بالعربية ولا الفرنسية يدخل الموقع انتع اليوتيوب ويشوف البرامج انتع المونتاج وانتع التحريف هذيك انتع الترويكاج والى غير ذلك ويستطيع يتأكد من الكلام انتعي كيفاش مثلا هما يدخلو لك حدث معين عن طريق الاعلام قال مثلا قنبلة او قال ساروخ او تفجير او كذا يدخلو لك من مثل الحياة السينمائية وهذهك مقصودة مش يقال راها مجرد هكذاك حدث عبر مقصودة عندها رسائل مختلفة الحركات السينمائية هذيك راها مضبوطة وعليش راكم تشوفو ذلك مثلا مرات جزائري يشوف فيلم جزائري ما يفهملوش ويشوف فيلم فرنسي رغم انه ما يفهمش الفرنسية ويفهمه لماذا لانه هذوك الناس متحكمين جيدا في الصوت وفي الصورة متحكمين جيدا في الحركات السينمائية يعرفوا كيفاش يستخدموا الاطر هذيك يعرفوا كيفاش يكون التقطيع يعرفوا كيفاش يستخدموا السيناريو يعني كما ينبغي كيفاش يمشيوا معاه بطريقة مرحلية وبالتدرج وكذا وكيفش هما يوصلوا الرسائل التاهم عن طريق الحركة السينمائية بينما هذوك الناس اللي موجود دارسين السينما أو ربما ما يعرفوش يتطبقوا هذيك المسائل بطبيعة الحال فيما بعدك متشوفوا القنوات انتاهم وراها وشوفوا القنوات انتاهم يجيبوا لك حدث معين في قناة معينة في ربع سعي قلبو الدنيا كيف ما كنت نحكي لكم الآن منذ قليل على القضية هذه انتا كيفية استخدام الذاكرة كيفش هما يغرسوا فيها حدث معين يعني نعطيكم كمثال من الواقع انتعنا مثلا قضية انتع بوظيف مثل ما رأني درت لكم في احد تسجيلات على الموقع انتع الفيسبوك فالقضية انتع بوظيف مثلا شخص اللي هم ورواه في المنصة هذك انسيبوا واعتقد الله اعلم وقلمات مؤخرا هكذا اعتقد مات الله يرحموا هذك شخص هو ما كانش موجود معاه في المنصة كان شخص ثاني لكن هما دخلوه دخلوه لماذا من اجل تحريف الصورة هذك خطر عليها قادر ربما هذك الشخص اللي هو وراء كان موجود معاه ثم في المنصة قادرين فما بعد يبقوا الناس شافين عليه على جل باش يبقوا هما يوجهوا في الناس وعلى جل باش يغرسوا هذك الصورة داخل الاذهانة عن الناس باش تعرفوا كيفاش هما رام يمانيبوليوا في الناس وكيفاش رام يستعملوهما في هذا الصوت والصورة كيفاش يخادعوا في الشعب الجزائري على جل باش ما يعرفش الحقيقة فرق بين هو انك انت توثير موضوع من اجل معرفة الحقيقة وبين هو انك انت تستعمل التحريف على جل باش انت تطمس الذاكرة هذه وعلى جل باش انت تحرفها فرق كبير فهذه المسائل هذه هما الان كي الناس اللي راهم دارسين هما العلوم النفسية يعرفوا النفسية انت على المجتمع الجزائري يعرفوش هي الاشياء اللي هي يخاف منها يعرفوش هي الاشياء اللي تفرحوا ويقدروا هما يمانيوبيلون اذا كم تشوفوا في القاضية انتع كورت القدم كيفاش هما في ساعة ومش فقط في الجزائر الكلام تاعي راوي عام يعني كورت القدم هذيك في ساعة معينة ساعتين يخرجون جماهير يخرجوها للشارع يعني يثيروا الشعور تاعهم من خلال اغاني معينة من خلال اهزيج معينة وينوضوهم يخرجوهم للشارع بينما باش يخرجوهم للعمل والله يخرجوهم للنظافة والله يخرجوهم لا ما يستخدموش هما هذيك المسائل لاتجاه هذك وما يستخدموها في جوانب مخرى والان الان نجيو للقاضية هذه نتاع المانيوبيلاسيون نتاع التلاعب كيفاش يستخدموهما هذه المسائل حتى باش ما نطولش عليكم كيفاش هما لجل باش يبقوا متحكمين في السلطة هم يعرفين باللي يذرك مثلا القاضية نتاع الثورة الثورة الجزائرية فيها احداث كثيرة ركما تشوفوا مرات الشيخ والله جوز بمجرد هو انه تعاود انت تحييل الظاكرة انتهاء من خلال طرح اسئلة معينة من خلال هو انك تعاود انت تعيش الفطرة هذه اذا كان هذاك شخص تعذب او قتله قدامه ناس والله ارغم انه صار شيخ غير تشبدله هذيك الاحداث يبدأ يبكي ويبدأ هو يستذكر هذيك المشاهد هذيك باش تعرفوا كيم بعض من الناس هكذا شفتم انا تكلموا الهار اللي جبت هذك واسمه مدني مزرع قدرت معي حوار والله شفتم كيفاش يعني يتفاعلوا التفاعل السلبي تذوق جبت انسان جبت اعلاج لباش تحاوروا ما جيش عالاج لباش انا نستفزه وراني متخيل من خلال المعلومات اللي عندي ومن خلال الاشياء اللي اكتسبتها متخيل بانه لما يكون هو رك تطرح لو انت في اسئلة رك رح انت تذكره ببعض المشاهد رح انت تذكره ببعض الاحداث رك رح انت تذكره ببعض الاعلام كان اللي يرفض ما يجاوبكش خلاص ولكن كان اللي هو رعه يحاوس يجاوب ولكن لازم له وقت لازم له لازم له تفاهم لازم له صبر لازم له كذا لانه هو بروحه رح عايش بعض الكوابيس وهذه الانسان اللي رح ما يعرفهاش ما يعرفهاش كي الناس اللي رح ما زالها الي اليوم سواء في الشرطة او في الدرك او في عايشين كوابيس لذلك وما رح ما يخافوا من التطرق لهذه المسألة وعلاش دائما انا نقول باللي هذه المسألة رح ما لازم لها اخصائيين رح ما لازم لها لازم لها وقت لازم لها ظرف لازم لها كذا الناس رح قاعدة بك بلغ راها قادرة احداث قادرة تولي ناس هذا الشواجر البعضها لماذا لانه المشكلة لم تعالج ولكن فرق بين هو انه الانسان اللي رح يسعى من اجل تنوير الناس بالحقائق من اجل علاجهاش يصير وعي عام باش نعرفوا بللي هذه المسائلة رح خطيرة جدا وراها اذا كان ما تعالجتش رح قادرة تزيد تحرق البلاد لما تعرف الناس هذه المسائل لما تفهمها ولما تستوعبها فيما بعد قادرين نعالجوا مشاكل اخرى اذا كان معالجناش هذه المشاكل ما تقدرش انت تدرقها مستحيل هذا مثلا تلقى مثلا مرات واحد في نفس الاطار تاقف ذاكرة ولكن في جانب واحد اخر تلقى مثلا حب واحدة حبي تزوج بواحدة والله غالب خطفوها لو قال مثلا معالباليش نجات دارو يحبيها بنعمها والله وسمو غروها والله كذا والله وتزوجت وهو وراه قال مثلا الطفلة هذيك راه قال هي قلبه هي راسه هي مخه والله هو تعود شيخ في عمرك 95 سنة يبقى لك الحدث هذاك في راسك ما تقدرش تنحيه ذرك قاضية كيفاش تتفعل معاها لما انت تعالج المشكلة هذيك وتقتنع يعني بصفة عقلانية بصفة موضوعية بصفة منطقية وتقتنع قال بالنصيب انتاعك وبالشي اللي كتبوا لك ربي وتحاول هو انك انت تندمج مع الواقع الجديد وربما قادر يفتح عليك ربي وقادر ربما تتزوج بوحدة اخرى احسن من هذيك اللي كنت انت تحبها ولا كذا ولا كذا كما قادرت ايش الذاكرة هذي مسائل مهمة جدا والناس اللي رأهم مروا بتجارب من هذا النوع اللي رأني نحكي فيها سواء تعلق الامر بالقتل والله بالحوادث بالمصائب بالصدمات المختلفة رأهم يعرفوا الشي اللي رأني نقول لكم فيه فهما كين الناس اللي هما عارفين الاشياء اللي يثيروا بها شعب رأكم تشوفوا الآن ذوك الآن مقدمين على الانتخابات الرئاسية يبدو هما يجبدو هذه المسألة عن الحركة على جل باش قال يخوف الناس قال تتكلم انتها كابن حركي يبدو يجبدو من المسائل يبدو يجيبوك مقاطع قال في التلفزة استعملوهم من أجل تخويف الشعب يجبدو مثلا قال قضية انت ارهاب فلان ارهابي فلان ارهابي 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 وليس المسألة فقط في الجزائرة هاكم تشوفوا مؤخرا هنا في تولوزة مؤخرا واحد امام هكذا هو الاصل من جويه بسكر امام في المسجد امبالو المسجد جديد فتحوه جديد حيو له قضية عندها عام لماذا لانه كالناس اللي هما لما شوفوا الجامعة كيفش خدموه بعد قضية تعد دراهم هذيك اسكراه المبلغ هذك كما صرحوا المهم هذا لا ندخل في التفاصيل المهم ان احكي عن القضية هذين تعد ذاكرة شوفوا كيفش جبدوا مسألة قال هو تصريح استخدموا في اطار لما كان تعتقد ما جازر هكذا في غزة وكان يحكي عن المجتمع الدولي وكذا يعني عن نفاق الاعلامي كيفش كذا كيفش كذا راح وجبدوا لهم القضية ذيك حيوها على جد باش يخوفوا اليهود قال هذا السيد هذا راه ضد اليهود وراه مثل المسألة ذيك اللي راح يستخدموا فيها من اجل تخوف الناس ويحيو لك قضايا يجبدوا لك ضرب انت عمال راح هذيك في تولوز ويلا يثوروا الاعلام ويثوروا الابواق انتعهم وكذا نفس الشيرة وصاري في تزير نفس الشيرة وصاري في اسبانيا في قلم مثلا في امريكا قضية انتع احداث سبتمبر في انتع افغانستان انتع بوذا انتع تمثال هذا في دول مختلفة من العالم هما عندهم هذه الوسائل انتع الاعلام وشياطين فيها قرأوهما مثلا انتع الاخراج انتع المونتاج انتع كذا انتع استخدموها في اتجاه السلبي فالاخوة الاخوة لازمكم تنتبهوا لهذه المسائل دورك مثلا هذا القضية انتع الثورة في الجزائر عندها تداعيات مليون ونص عائلة وزيد لها الملايين اللي ماتوا من قبل واريو اللي ترى عائلة وحدة من هذو اللي ذبحوا في الثورة وحرقو لهم الديور التاهم وكذا واريو لعائلة وحدة برك اراحوا الواحد اخصائي نفسي ولا اخصائي من هذو الامراض العقلية وقال راهو تعرض باللي لمرض معين ولا راهو تعرض الحواد معين في الثورة وكذا وراهو عالجها كان بعض من الناس اللي هما كان الاستعمار غارس فيهم الرعب والخوف هذك صاروا يغرسوا فيه في العائلة التاهم اسات اذا كانوا في وقت الاستعمار يضربوا مثلا التلاميذ الجزائريين والله نفس الشي صاروا يستعملوا فيها ضد ولادهم ومازال ما تخلصناش هكما تشوفوا الناس الان نحن في 2018 نحن على مقربة من 2017 هكما تشوفوا القيد صالح ما زال وراهو يحكي عن الثورة واول نوفمبر ما زالوا يستعملوا في هذه المسائل هذه يستعملوا فيها من اجل البقاء في السلطة ومن اجل الحفاظ على المصالح انتاحهم الحفاظ على الثروات اللي راح عندهم من اجل كذا لكن بعيدا عن معرفة الحقيقة بعيدا على النوفمبر الحقيقي بعيدا على الاهداف والرسالة عن الشهداء معلش تشبت ان تم مواضيع مثلا في طار تع الذاكرة الجماعية وتجيب مواضيع وتعالجها من زوايا مختلفة مليح وتجيب اخصائيين وتنقش انتهى هذا الموضوع هذا في ندوات ولا حاجة هيلة وتدرس انتا في تريق تقرها في المدارس تديرها في افلام في مسلسلات تديرها في الرياضة في كل مجال وتحاولوا انه تجسدها باشكال مختلفة وما لا يستخدموها استخدموها في جنب سلبي قال انتا هذاك بن حركي هذاك عامل لفرنسا هذاك كذا يستخدموها في ذاك الجنب على جنب يبقاهما في السلطة ونفس الشي تعلق الامر بفرنسا حتى هم لم يستعملوا في هذه المسائل واسموه ماكرون لمجال الجزائر وصرح التصريع هذاك قلبوا عليه الدنيا وغيره وفيما بعد صار هو فيما بعد يتنصل وصار هو انه فيما بعد يغير في العبارات ويحاول هو انه لماذا لانه كي ناس رحى بالمرصاد سواء في الجزائر او في فرنسا او في اي دولة وحدة اخرى لما جبتكم نعود ونرجع المثلول اللي مديتوكم انا في بداية الحديث انتاعي انتاع الشباه هذاك انتاع الصورة لما انت تكون تمشي مع واحد ومن بعد انتاعه وراه ورح يحيي ذاك الذاكرة هذيك هما نفس الشي هما يحيوها لك يحيوها لك ولكن مش انت تشوف واحد قال يشبه البوذياف تتفكروا يجبتلك بوذياف يجبتلك احداث حقيقية وكين بعض المشاهد اللي هما يستعملوها فهمت من خلال مثلا انتاع المونتاج والتريكاج يجبتلك مثلا انت امت زارة واحد مثبوح والله ويغطيوا الوراس والله يديرو تريكاج اللي يستعملوه هما قال احنا نظارا لنخاف والشعور تعال الناس والله يدخلوه لك في مقطع واحد اخر ويدخلوه لك في مسلسل واحد اخر في فيلم واحد اخر ويحاول يقنعوك به خاصة لما تكون الناس ما عنداش معلومات وما عنداش معرفة بهذا المسائل انتاع السينما تحايل هذي كيفاش يتحايلو هما راكم نشوف كيفاش مثلا واحد يقطعو له راسه كيفاش يديرو تفجير وتتقلب العودة هذيك والفرس تعو وين هذي وراء من استخدموها انت يجيبو لك الناس يجيبو وقل لك هم دار هما اللي دار العمالية يقدر ينتقري لك صوت يقدر ينتقري بالخلفية ويقنعوك خاصة اذا كان ما عندك شنتها هذيك الخلفية وما عندك شهذيك المعلومات والمعرفة بهذه الوسائل انتقال الميديا وانتقال الاعلام بشكل عام فالاخوة والاخوات هذا المسألة لازم كنت تفهموها جيدا باش فيما بعد ان شاء الله في المستقبل نعالجوها من عدة نواحي نعالجوها اعلاميا نعالجوها نفسيا نعالجوها في اطار تاريخ قال لازم تصحح معلومات لازم كذا لازم كذا تتناقش الناس على جميع الموضوعات في ندوات ومن طرف اخصائيين ونحاول ان شاء الله مع بعض نلقو المناخ الملائم اللي يجمعنا كامل ولذلك دائما انا ننادي بمصالحة حقيقية مصالحة اللي هي اولا تعرف الناس الحقيقة انت الجرائم هذه اللي وقعت في الجزائر هذه المجازر المذابح اللي وقعت في الجزائر المحرقة باتم معنى الكلمة ونفس الشي كاين الناس اللي هما رحوا غلاط في الثورة واحد قال مثلا ويشايا والله قال مثلا وصلتهم معلومات عليه والله كذا قال يلا راح طيح حيته راح حيته حيته العائلة انتع شوهوها قال فلان هذا كاو حركي ارغم انه كان منهم اللي الان اراه يحمل صيف انتع مجاهد كاين ربما الناس اللي ما يعجبو الكلام اللي يقول انت ارغم يقول في حقائق كاين بعض الناس اللي يرتدي هو يثوب انتع مجاهد مزال ما يعرف حتى يستنجا الجمع ما يعرفوش منين جدك كلمة مجاهد هذه منين جدتها انتع اللي ما يعرفش القبلة ما ينجم يروح يروح كحاجة واحد اخرى سمي روح كقران دايزر ولا سمي روح كحاجة واحد اخر ما تقول مجاهد والله مات واحد مع البريشان مات في حانا والله وقال شهيد ولا واحد ضربه في طريق والله وقال شهيد مدي بطاقة شهيد وقعد الناس تاجر بالثورة وتاجر بالمسألة كان المجاهدين هما فوق العين وفوق الراس كان شهداء فوق العين وفوق الراس ولكن في المقابل كان الناس اللي هما تاجروا بالتاريخ وتاجروا بالثورة وكيفما تاجروا الناس بالثورة وتاجروا بالتاريخ نفس الشي فيما يتعلق بهذا الملف انتع المأساة داروا ديور وداروا مشاريع وداروا صفقات وداروا كذا نفس الشي لما خرجت فرنسا في الاثنين وستين يعني عسكريا نفس الشي كي الناس اللي رحوا داوا دياروا داروا صفقات وداروا كذا واذا كان متعلجتش هذه المسائل تبقى الجزائر تدفع في الثمن والاجيال رح تدفع في الثمن لذلك الاخوة الشباب سيما الناس اللي هما مع شوش الفطرة هذي والان ربما راهم يقراه في بعض الخربشات والان راهم يقضاه في بعض الشهادات والله يسمعوا والله كين منهم حتى اللي لا يفرق بين شهادة وتحليل ولا يفرق بين شهادة واعتراف ويجيه هو فيما بعد يحكي المهم لازمكم تعرفوا هذه المسائل جيدا تفهموها جيدا على جلبش فيما بعد ما تصيروش انتم ضحايا يجيه واحد يلا يقولك هذا كوي وشره الفتنة انت تنشر صورة من اجل معرفة حقيقة معينة والله من اجل التصحيح مفاهيم معينة واحد يجيه يتهمك هكذاك بالباطل وبالكذب وبالعيط واحداك تشرف الفتنة واحداك انت ارهابي واحد كذا لماذا لانه هذيك الحقائق تزعجهم ليحبوش الناس تعرف الحقائق ناكش في الموضوع ابتعد عن الشخصة ناك ابتعد عن الشخصة هذك تروح تخلو انت في الديطين تاعو وتدخلو انت في التفاصيل تاعو تم الزوجة ولا ماكش مزوجة وعندك الولاد ولا ما عندكش وقريت ولا ما قريتش وكذا وكذا ناكش الموضوع اللي اراها مطروحها هذي ناكش فيك ذوك في موضوع تاع الظاكرة مت دور ليش قوش دروات ناكشني موضوع الظاكرة اسكو الشي اللي اراني نقول فيه يقرر العلم ولا لا لا المعلومات التي جيت بها يقولها العلم ولا لا لا تقولها التجارب ولا لا لا ونقشني ثم في الموضوع بتعيدني شخصا تعي طولت أكتفي بهذا القدر أتمنى أن أفدتكم بهذه المسألة هذه نتاع الذاكرة وكيف يتم الاستخدام نتاع الذاكرة هذه رأني دار التعريف ولو مبسط حول الذاكرة وفيما بعد قادرين تفصلوا أعطيتكم بعض الأنوان تاع الذاكرة فيما بعد قادرين تفصلوا المهم أعطيتكم بعض المعلومات حول المزاج كيف يتغير قادرين فيما بعد أنتما تفصلوا وكيف تتم استخدام بعض الأحداث اللي رأى مخزنة في الذاكرة كيف تعود تطفو إلى السطح سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال يعني قال الشبه قال واحد يكون يمشي في طريق والله يشوف واحد يذكره بحدث معين والله يعوده ويبدل له المزاج تاعه ويصير ربما يخاف منه أو كذا أو كذا أو كذا لذلك المسألة المهمة لإخوة والأخوات تحتاج وقت كثير هذا الكلام اللي رأني قلته أنا ربما رأى هو سفر على خمسة بالمئة من الموضوع يعني الحقيق لأنك لما أنت تفصل فقط غير في الأنواع أنتع الضاكرة تجيب فيها ربما في ندوة فيها خمسة عشر سواء وفي كل يعني قال محطة في كل سؤال قادر أنت تتفرع فيما بعد مثلا قبيل جبت لكم أنا أنتع قضية الضاكرة كيفاش تستخدم الضاكرة للحفظ وكيفاش يعني تستخدم للذكاء كيفاش تنمى الضاكرة كيفاش لما توصى بالضاكرة حتى أنه سبحان الله كان أشياء دارة هنا ربي مثلا النسيان داخل في الإطار تاع الضاكرة يعني باش نختمو إن شاء الله هذه المداخلة نسيان لو كان ما دارناش ربي هذه الصفة هذي تعلن نسيان هذي لو كان راه مثلا واحد راوا عاش حدث معين قال مثلا بحولوز وجمال عائل أنتعه والله وراه يبكي في العويل وراه في النداب وفي الألام وفي الحداد وفي كذا لو كان ما ينساش يبقى دائما عايش هو هذا الجو هذا يبقى دائما في الحداد دائما في البكاء دائما في كذا دارنا ربي هذه المسألة هذه النسيان الحمد لله هو انه مرات الانسان قال ينسى واحد قال مثلا تعرض المصيبة توفى الولدين تعوى ربي يرحمهم عاش مدة وهو حزين مدة وهو كئيب مدة وهو كذا ومن بعد جاءت احداث اخرى فتح عليها ربي قال مثلا نزوج قال جاءوا عنده اولاد قال نجحوا اولاده قال كذا احداث تغيرلك المزاج انتعك وتخرج انت من هذا المزاج تعال الحزن و تعال الكاءبة والاحباط المزاج واحد اخر تعال الفرح او على الاقل هو انك تخرج من هذا المشكلة تعال الكاءبة والحزن على الاقل فركم تشوفوا الإخوة والأخوات هذا الموضوع هذا قديش الحجم انتعوا وركم تشوفوا القيمة انتع هذا الموضوع نطلب من الإخوة الأخصائيين على جلبش هما زيدوا يعني توسعوا في الموضوع أنا كنت بديت يعني زي ما ندير كتاب حول هذا الموضوع إن شاء الله إذا كان ربما في المستقبل يعني فتح علينا ربي ويعني ربما تغيرت يعني بعض للظروف هكذا إن شاء الله ربما الوحدي يعني خصص الوقت ندعو فقط للكتابة المهم أتمنى هو أن رأني أفدتكم بهذا الموضوع إن أصبتوا من الله وإن أخطأتوا من نفسي ومن الشيطان إخوة والأخوات قبل ما نفترق نحن مقبلون على الانتخابات الرئاسية كما قلت لكم رحمة راحين يستخدموا هذا الموضوع هذا يعودوا يذكركم بالإرهاب يعودوا يذكركم بالثورة والحركة وكذا وحتى الملفات أنت على الفساد هذيك على جلباش قال يجب دوكم قال لكم مثلا الموضوع هذا أنت على الكوكايين أتفكر أنت الخليفة وتفكر أنت زنجبيل وتفكر أنت أتفكر الأخر والأخر فكل هذه المسائل المربوطة كلها تتعلق بهذا الموضوع اللي أرني أحكيتكم عليها تتعلق بالحكم السلطة والنفوط فيما بعد بطبيعة الحركة أنت فروا كل واحد درجة لإستيعاب الله يسهل على كل واحد أتمنى هو أرني أفتكم نلتقي إن شاء الله في مواضيع أخرى إذا كان طالت الأعمار وأشكر كل إخوة والأخوات من صميم القلب اللي يهزوا الفيديو وتنتمعوا وينشرعا تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر